الشوت الاول ده خالص وبصي المحسن في الشوت التاني اللي جاي حتلاقي محسن تاني خالص يعني هتعملين ان شاء الله حلعب بقى ده مختلف فرقنا يا بوتريك ابوتريكا ابوتريكا مين مش ده بتاع الزمالك لعمك الجنين اللي جابهم في امبي دول اوف سايت وتلعوا قاود كمان بس الحكم عداها وجابوها في الاعادة وفي الاعادة انفادة وده احنا ابن عيدا يا خوفي لنقوش شوت تالت وشوت رابع شوت تالت ورابع ايه ده انت الهدف الزهب الوحيد اللي في حياتي اللي بلعب عليه والعلمك بقى انا لا عايز لعيل ولا تايل اي نعم انا كان نفسي في الخطيب التاني وتجبلنا عيلين كده في بطن واحدة زي عبد الوهب السيد ومحمد السيد ورسل مرمى بتاع الزمالك دول بس خلاص الاحتراف دلوقتي ما خلاش نفسي في اي حاجة هو عيل صغير اجيبه في مدرسة الكرة واقعده معايا هنا وادربه سنتين لأ وانت بيع قوي بس النهاردة معجاي شاري يعني خلاص يا محسن طلقت الستة الحيزبونة دي خطفت الرجالة اهياناري السموية مش لها ما تكمليش خدت الكارت الاحمر وحتقعد على الخط ماتشين يعني هتنزل تلعب داني لا ما فيش لعبة تاني ما فيش فروت في حياتي غيرك يا جميل يعني خلاص يا محسن حنسبت التشكيل ده ومش هتحن للي احتياطي يا حفظ يا لعب ديكي طول حياتي تسمعيني بالنسبة الحلوة دي ديكي السمونير لا اطلقي صفارت بداية عمر قولي يا عادي ايوما ما قولي كيه بالزبط انت بتحب سنة يعني عايزة الرد ده بحبها كأختي ولا كإنسان يعني ديكي هتفرق ايوه يعني الرد اللي انت عايزة مني دي عايزة ان هي كإنسانة ولا كمثلا واحدة معدية وخلاص ما تكوني عادل طيب يا ماما يعني انت عايزة رأي ده بحيث ما يطلعش بره ولا هيطلع بره يا خرابي يا خرابي انت ديكي دخلقي ايو ماما لازم اعرف ايه المواصفات بتاعت الطلب اللي انت طلبها يعني انت عايزة تعرفي رأي فسنة اكيد طبعا ما بكرهاش يا ماما كأختي لكن لو انا انسان معدي وهي انسانة مثلا جارتي زملتي يعني بتحبها يبقى حسك ده بقى مش نفسك تأمل مستقبل اختك طبعا يا ماما نفسي يبقى لازم ناخد احتياطاتنا عشان اللي حصل لها مع محسن ما يحصلش تاني واللي تلسع من الشربة اه معروفة دي اللسانه بيوجعه يبقى لازم ناخد احتياطاتنا نقطع لها لسانها يا عادل اتكلم عيدة لامال خلاص نشيري الشربة من قداما طب انا مش هتكلم في حاجة تاني معايا يا ماما انت عارفة يا ماما موقفي من هباب محسن ده لا بطيق ولا عايزة اشوف كلقيته بما انه بقى هو اللي جهه وبيتحيل علينا لازم نشرط ونتأمر عليه كمان وان كان ليك حاجة عند الكلب اه اقول له يا محسن معروفة شوف بقى الراجل لما يدفع دم قلبه في الجواز يجي يفتكر الايمة ويقول يمين الطلاق الكلام يوقف في الظهره صح يا ماما خلاص انا بقى هعمله ايمة خمس صفحات فلوسكان يفتكر بقى المؤخر يعمل خده مداياس حلو يبقى وفرنا سجاجيد برضو يفتكر الشقة يجيب ورا بس ونكون احنا بنشو لحمة مثلا وراه ولا حاجة يقوم هو راجع على السياخ مخلاص منه فهمت بقى يا عادل انعاوزة ايه طبعا يا ماما فهمت انا شويه زي الخروف مقدم ومؤخر وشبكة وشقة يا مهارسوح ده حبيبي محسن ده انا ما هسدق ان تقمنه وبكده نبقى اقمننا مستقبلها اه ودمرنا مستقبلها يعني انت عايزنك تبقى الشقة وقيمة العفش واتعورني في تلاتين الف جنيه مؤخر هو كده عاجبك ولا مش عاجبك انا يا ابو ناسع ايه ده وفيت عطول كده اه بس في حاجة كده مش مظبوطة في خصوص التلاتين باكل ما ينقصوش مليم عاجبك ولا مش عاجبك يا عم انت اختك ما بتحبش رقم تلاتين احنا الشوت عندنا في الملحب خمسة واربعين دقيقة الحاكم بيحط عليهم خمس دقايق بدل استقبال كده يعني كله خمسين خمسين ألف جنيه مؤخر اه 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 انا كان قصدي خمسين ألف يعني انا بس قصدي كنت هسيبها تلاتين علاماتش الباسكت مش كرة القدمي بقى خمسين ألف جنيه اه 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 يظهر انك نسيت قواعد اللعبة لا ما نسيتش أنا لعيب ولعيب جامد طب شوت كده؟ هشوت العسمة في ايديها العسمة والشبكة كمان في ايديها ايه 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 ده؟ اه طيب اه مش معقولة هتدخل على عفش قديم انا ما حبش المشاط المتسجلة لازم العفش يبقى جديد يعني على الهوى مباشرة هنزلها ستاد دوميار تنقل النابوليا اللي هي عايزها اه 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 الكسوة كسوة ايه؟ ما تبقاش لعيب محتار في خط الكرة ودخلت بيها على الثامناشر روح تراجع تاني لنص المرحة ومع ذلك كل انواق الكسوة المدارس دخول الاعياد كل ده عندي مرضى مناسب تعبت صح؟ نعملها في طايمة لمونة حتى يا عدولة بقى لك كتير ساكت وفضل دقيقة او المدش يخلص ايوا بس الجن بيجي في لحظة بردك المدش مقري واللعيبة تعباني اصدك ايه؟ ما بتكلمش عن المدش ده انا بتكلم عن المدش اللي في التلفزيون طيب بص بقى من الاخر هتكتب على نفسك وصل امانة بمليون جنيه عشان لو فكرت بس يوم تداق سناء هرفع عليك قضية بوصل الامانة ده واحبسك لا لا كده بلد وكرت احمر كمان هتكتب على نفسك وصل امانة بمليون جنيه سمعت؟ سمعت اخوك عايز يعمل فيه ايه؟ عايز يجيب لي رباط صليبي اصابة تعجزني عن الملعي بعد الشر عليك يا محسن وهو ازاي يطلب منك طلبات زي دي ده كل اللي بيحصل ده ما يجيش حاجة في المدش اللي بيني وبين اخوك عادل من يوم معرفتك ده بيتبرشت علي وماشي يتكلم علي في كل حتة اقولك على حاجة ده بيجي القهوة هنا بيطلب مشاريب على حسابي ويقوله يا حتة على حساب محسن وادفع يا محسن انا مش بقول كده عشان اسخانك يعني مش محتاجة تسخين انا اكتر من كده هو ازاي يتجرق ويعمل كده وقالب علي الدنيا وانت عارفة انا راجل اللعيب كورة ماليش غير سمعتي وسمنتي اللي بجيب بها جوان وبعدين انت براتي برضو اللي يلطني يلطي ده ليلته سودة بس لما شوفه طب انا حقولك على حاجة حصلت واحنا بنلعب في الدورة الرمضانية دورة كبيرة جدا وكنا بنلعب نادي عريق جدا اسمه نادي سياخ مبابا عارفة؟ مش مهمة قال علي ان انا باخد منشطات رياضية راحوا كاتبين في مجلة الحائط اللي في مركز شباب مبابا عارفة؟ لا مش مهمة ان انا بقيت هاترك ماول صلت يا وقصي؟ اه وغير كده كتير كتير بس انا برضو عايز اقولك ان انت اخوات وعمر الدم ما يبقى مية اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه سواء استمرتي معايا او مستمرتي ما تقوقوش مفهاش قوق دفترة عليك وانا مقبلهوش استنى علي استنى علي يا عادل بس لما شوفك موسيقى 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 طبعا قديك اسمعتي كل الكلام اللي اتقال يعني اكدب وداني السوسط ابني والودان وداني والجهاز جهازي وبيسجل صح وديك اسمعتي كل حال احنا كل اللي عايزينه بس ان احنا نقامل مستقبل سناء وبالمعقول شوف يا طاند كل الكلام اللي قالوا انا هعمل قده مرتين بس لازم حضرتك العرفي ان كل برغوت على قد دمه وانا راجل جاي شاري عايز اني يقولولي اهلا وسهلا مش عايز اني يقولولي اتوكل على الله يا اخويا متقولش كده اللي فاتمي جايز بالنسبة لحضرتك مات انما بالنسبة للاستاذ عادل لا زال هينبط انسى كل اللي قالوا عادل خالص هنقعد مع بعض عادة تانية ونتفق وبالمعقول وانا هدفع فوق المعقول بمرتين كمان ها انتو طلباتكو ايه يعني الستة منين عاوزة تحس بالامان عايزة اتقمن لها خط الدفاع يعني الشقة تبقى باسمه وماذا الشقة تبقى باسمه حاض بس طبعا ان حضرتك عارفة ان الشقة دي واقف من ايام الضزوي ومختار التتش ان شاء الله بعد اربعين سنة لما القرية تخلص حكتبها لها باسمه كويس قوي طيب والقايمة حطوا اللي انتو عايزينه في القايمة وانا هحطها قدو مرتين شفت انا حلو ازاي حلو قوي بس يعني ما نتكلمش في القايمة دلوقتي إلا ما ننزل مع بعض ونشتري العافش على اقل اقل من مهلكم طب والمؤخر دي حاجة مفهاش فصال طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كلام زي الفل مفهاش فصال بس ده امتى في حالة لو كانت العصمة في ايدي انما انا بقى جدعانة مني حخلي العصمة في ايديها تعمل فيها اللي هي عايزة تطلقني وترميني في اي وقت شفت بقى انا اجدع منكم ازاي عداك العيب تشرب حاجة ساعة انا بموت في الحاجات الساعة وبالذات العصير اللي انت بتعمليها طبعا يا ريتشو هاتشاي سخني ممكن اتكلم معاك في موضوع رفاية لو سمحتيني اوكي انت جابت الكلام لمنين انت عايزة تفترع علي وخلاص محسن كان بيسجلك على الموبايل بيسجلك يا خفيف بيسجلي؟ ماشي النادل الجبان طب انت ايش عرفك ان ده صوتي؟ يعني وانت تعرفي صوتي منين كنت سمعتين فين قبل كده يا دولة ماشي المشكلة يا دولة الخوف لا يكون مسك عليك صور يعني انت عمري خليك تدخل بينه وبنفطي بقولك ايه معقولة هات صدق واحد نذي زي ايدا واتجدب اخوكي اكذبه ازاي ده انتصوتك خرم وداني وهو طالع من الموبايل الف سلامة لا مدام خرم ده وده نبقى اكده عندها حق يا دولة ولا انت بتدخل مش عايزك تمتق خالص ما تمتقش ايوا اهو ما اسمه تمتقش تقول علمك بقى حركة انه هو يسجلي دي معناها انه هو انسان ملوش امان صح يا لارمزي صح يا دولة كده انت غرطان هو عنده حق وبعد بقى لا انا ما عايزك يعني هو كان بيسجلك وانت بتعمل ايه بالزبط ده ما اكون بيعمل ايه يا ابو تخلف انت كنت قاعد باشا بلا مور اه كده لابساك لابساك ما بغيعش الموضوع انا مش متضايق من انه كان بيسجلك وانا بيسجلكش انا متضايق من الكلام اللي انت قلته اه قلت ايه بس يا سناء يا سناء يا حبيبتي انا بقاملك مستقبلك يا هبلة مستقبلي انا قادرى بيه يا عادل انا فهم ارتب مستقبلي ازاي انت بتكره محسن وعايز تطفشه دي طلبات تطفيش مش طلبات تقميم اللي عليك الله عليك طلبات تصميم ربنا خليك ليه يا دولة وبعدين انت يا هبلة انت مش متسبية ادفش اممكن يجيلك بكرة اللي احسن منه ولا ولا احسن منه اي حد في الدنيا احسن منك لو معزم حدية هتبقى احسن منك خلاص انت ايه اللي دخلك مني وبين اخوي انا وخيرا بنتكلم بس اتدخلش منك بس يا سناء خلاص 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 بيه حرام عليك كده خلاص سناء الكلام اللي انا قلت قولك ده مش كلامي ده كلام امك اصلا كلام امي مش ممكن انت كذاب انا امي ليمكن تقولي الكلام ده قالت الكلام ده وخلاص لو مش عايزة انت بقى تصدقي ممكن انت نروح لها انا نروح لها تفضل 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 يا جماعة هوا ده الكلام يا جماعة يلا بينا نقفل البزار ونروح بعد شوك يا جماعة نقفل البزار ايه ونروح تشوك يا جماعة انت مال يا تنتا انت تتدخل في حاجة زيك ولا نضاف البزار على ما يجيالك نضافت ودول وسخه ونضافه تاني عارف لما وسخته وش علم عارف ايلا احسن لك ايه؟ يرضيك يا ام ياسمين امال حيعمل ايه في جوازة ياسمين المسكينة؟ لا يا اساس محسن هو جوازة ياسمين خادعة للتخطيط المبدئي وهي اسر للتنفيذ والخوام انا بغسلها من وضية نظر خماسية الابعاد لانه انا بدأت اماهد لها من دلوقتي بس السؤال بقى هو هل عايز يعمل معي في جوازي زي ما عمل في جوازكم؟ هو عمل ايه في جوازنا؟ كتب الشقة باسمك كتب الشقة باسمي؟ لا 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 يا اساس محسن ده اصداك ان يتوقف على الثقة المفرطة بين الطرفين والتي لم يكن عليها اي نوع من انواع الغبار اصله عايزني اكتب الشقة باسم سناء انما طبعا حددك معك بوضع تاني تلاقيه كاتب لك كل حاجة ومثباتك في الايمة هو الحقيقة يعني كل الهيكليات المادية في الوقت ده ما كانتش بتعنيني لاني كنت بنظر لها بنظرة مختلفة شوائد يبقى اكيد مظباتك في المؤخر المؤخر ده مهم اوي على رأي يومي الست المؤخر لا يقدمها لا يؤخرها لا هو هو المؤخر ما كانش مفتعل كان كويس في حدود تلاتين اربعين مثلا؟ لا تلتمية او بسم الله ما شاء الله تلتميت الف جنيه ده شكور عالي اوي تلتميت الف جنيه؟ لا خالص ده كانوا تلتميت جنيه لا ده على كده بقى بيحب اخته سناء قوي اكتر من حضرتك ده طالب مني مؤخر خمسين الف جنيه وعلى رأي يومي الله يرحمها يعني كل ست وعلى قد ما قامها تفتكر برضو اساس محسن؟ أصلها قالتلي على قد ما اتذكر اللي بيجي رخيص بيروح رخيص ماشي يا عادل طب اقول لك على حاجة بقى تصدق شايلها في قلبي وكتناها حتى الشابكة حتى الشابكة تشاركنا فيها لا إله إلا الله تشاركته في الشابكة ويا ترى ادكو واصل؟ لا بدنيش واصل؟ لا هارا بيض ماشي عادل يعني سناء أحسن مني أنا؟ أنا ما قلتش الكلام ده ده الموضوع يعني جاب بعضه ومع ذلك يا ستي اللي راح راح واللي جاي جاي انت هنا؟ انت هنا يا استغلالي اللي بتستغل التكنولوجيا البريئة أسوأ استغلال بتسجلني؟ بتسجلني؟ يا ماما يا ماما احضرينينا يا ماما ايه يا جماعة ايه فيه ايه؟ احنا عيلة لازم نستحمل بعض وإذا كان هذا الغلط الغلط مرضوح وأنا قلبي كبير ويا ما سمعت ويا ما حزبت الوجوان وهي كتوفصايت انت أبقى داخل العيلة دي متسلل ايه ده بس عشان نعرف نتفهم؟ ما تخليش الراجل نزعج منك أكتر من كده؟ الطلبات اللي أنا قلتها طلبات معقولة جدا يا سلام وانت عملت كده في جوازتك؟ اه اه صحيح تبنسيك؟ بايك يا عيل انت زي ما تكتبش الشعب اسمي ها؟ ما كانش معايا ألم يا سلام تابول عيمة والمؤخر؟ اما أنا على منزل تجيب ألم كان الورق خلص يا سلام يا أخي على مباراتك الهشة التي تفتخد كل المعاني ماشي كده سخنت الدنيا عليها يا جبان حلو قوي انت قلت سخنت؟ انا لسه ملعبتش لا العب براحتك ده انت لسه هتشوف وانت لسه شفت حاجة هشوف انا لما اتجوز اختك هتحس بالفرق من عشتها وعيشت مرات اخوها وحتحس انها هدقيه ست متساة ستتا متساة ستتا متساة ستتا انت مش عارف تقولها أصلا شوف بقى يا أستاذ مين اللي هيجوز هالك الست دي؟ جرى اي يا عادل؟ انت عاوز تخرم على اختك وخلاص؟ هي كلمة واحدة لاما ينفذ الشروط اللي انا قلت له عليها لاما مفيش جواز من أصلي وهي كلمة واحدة اللي بقول هالك يا عادل محدش يتحكم في جوازي ولا اقول ينفع ولا مينفعش غيري انا انا ارفض ارفض ان اي حد يتحكم فيها خارجيا الله الله وانا كمان ارفض الأجنبي يا سلام خلعتيني خواجه انا مقسم بقولك ايه خليك معايا انا انا انت رو ما كتبتش شقة باسمي والقايمة والمؤاخر هسيبلك الميت وانش العادل الجون الاول وبسنك يا اسمي مزاعة للناس منك وبتقويني كلام ما قلتهوش ده الوحدة تحرم تتكلم معاك اكثر اه الجون التاني وبضل بتراح بص يا محمد جهز امورك ورتب امورك براحتك واحدد معادي الجواز واول ما تجهز شاولي كده حجيلك بشانتة هدولة ايه الجون التالت؟ هاتريك بس كماوي يلا حلم استعد بقى واقود ساخن للماتش الجاي موسيقى بس يا دولة ايه ايه ولا ولا في ايه؟ عمال بتستضرف وبتلفه حوليا في ايه روشني عايز ايه؟ ايه اديني وديانك بس؟ ولا انا مش نقصق خالص ابعد من ويشن الوقت السعان يا رامزي يا دولا دواك عندي دوا إيه يا عم الأجزة خانة طوّعني بس المرّاد يا دولا بص عارف لو قلت كلام تافي هعلّقك من فتحة مناخيرك في السقف انت فاهم؟ ماشي يا محسي ماشي يا محسي اوه قديك قرّبت يا دولا هو اسكت مش تلع الواد محسن ده تلع ما بيخلفش ما بيخلفش؟ ده طلّق سنة مخصوص عشان هي لم تتخلفش انت عارفت الكلام ده إزاي أنا؟ أقول لك يا دولا أصلانا صحيت الصبح يعني لقيت نفسي مش مركز كده أيوة يعني وانت من إمت صحيت مرة لقيت نفسك مركز؟ المهم خلّص المهم يا دولا دخلت الحمام بقى ها ساكت ليه؟ أصلانا طوّلت جوا اخلص ما دمقت عليك في الحمام يا دولا اسمعني بس أنا يعني وانا قاعد جواه الحمام افتقرت ان مرات محسن ساكنة في حتة أنا عارفة هب خدت نفسي وطلعت لها خبّطت الباب فتح الباب نزلت المشاريف طفحت وشرفت إخلص طلقها ليه عرفت؟ يا دولا هو ما طلقهاش ده هي اللي خلعت وقدته رجل يا دولا عشان تلقى ما بيخلفش بقولك ياه هارف يا لها يا رمزي الكلام ده معنى إيه؟ معنى إيه يا دولا؟ معنى إن انفراد وفي الوقت الضايع وأنا وأكون فاضي وروح ترزعها في المقص ادون الكبان اهدي بس اهدي هو جاي دلوقتي حالا جاي يا اعمل ايه ده يا عادل لا 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 نغل والبنج دي والحاجات دي كلها انسيك نفسك أول ما يجي مفجر في عرفوك سنسني يا أوجيك لا 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 يجي خالص أراضي ناس أراضي هنعمل له خطة أراضي هنعمل له ناسك هادية خالص أهلا اهلا أهلا أهلا زكا بوناسف أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً يا سلام يا سلام منور البيت والله منور المنطقة والحتة كلها تفضل تفضل أحب الروح يا دي لا ما ولا اعترف بالهزيمة ده شيء ضروري تفضل حبيبي حبيب قلبي شوفي جبتلك هي يا سنسن دي رنج بسوت اهو تضربهولي ليلة الدخلة حيبقى اخر فانتاستيك عليك وعايز تجيب الخطيب التاني لا خطيب تاني ايه وعيال ايه واحن بتوع عيال وكلام من ده معقولة يا حبيبي في جواز في الدنيا من غير عيال يا حبيبتي العال حيلخمونا عن بعض انا بحبك انت اه بتحبني يا دون يا واطي بعد ما التاني رمتك بالجازمة ورمتك زي المطلقة في ليلة الدخلة يا جبالة دا انتو دان يا محصر ايوه ودون 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 وسن احبمو bliver قبيل بحير حيله واوفق يا قواننا هم فلتو من نص الملعب ونص الملعب فاضه اشتركوا في القناة